يبدو أن جمهور التيار قد صعد في الأسبوع الأخير من نشاطاته والذي تزامن مع الذكرى السنوية الأولى لاقتحام المنطقة الخضراء والتي أطلق عليها أنذاك اسم ثورة عشوراء حركة الصدريين توربكوا منذ الهجوم على مقرات حزب الدعوة الأسبوع الماضي أجنحة داخل الإطار التنسيقي خصوصاً وأنها تتزامن مع الانتخابات المحلية المقررة انطلاقوها قبل نهاية العام الحالي في مشهد يظهر عزم التيار المشاركة بالانتخابات عن طريق وكلاء أو دعم قوائم معينة وأغلبها من المستقلين رغم أن الموضوع ما زال قيد الدراسة في المقابل يرى الإطار التنسيقي التحالف المنافس للتيار الصدري أن موقف الصدر من المشاركة في الانتخابات أو المقاطعة ما زال غامضاً وغالباً ما يحسمه التيار قرارته المهمة والمصيرية في الساعات الأخيرة كما أن هناك إمكانية لتمديد فترة التسجيل من قبل المفوضية خصوصاً أن هذا التمديد يحصل مع كل انتخابات وهذا ربما يكون أبرز أسباب تأخر تسجيل تحالفات الصدريين حتى الساعة بحيثنا في الشأن السياسي أكدوا أن مشاركة التيار الصدري في الانتخابات سوف تؤسس لانطلاقة جديدة للعمل السياسي وسيطر على مجالس المحافظات خصوصاً أن الصدريين حالياً في أعلى مستوياتهم من ناحية التأييد الشعبي يقابلها تراجع في مستوى لتأييد قوى الإطار التنسيقي